السلام عليكم أرزان التلاميذ وياكم السكهاجر مع المنطقة الرياضيات للصفة الثالث الابتدائي من المدرسة العراقية الألمانية ذي قار درسنا لهذا اليوم هو الدرس الخامس من الفصل الثامن موضوعنا الضرب في العدد تسعة فكرة الدرس عندي أجد ناتج الضرب في العدد تسعة نتعرف اليوم إلى كيفية الضرب في العدد تسعة نجد نتعرف سوية وشنو نجد ناتج الضرب في العدد تسعة ننتقل إلى فقرة أتعلم ونقرأها السوية من طين فقرة أتعلم عملت والدة سعدون أربع فطائر ووضعت في كل فطيرة تسعة زيتونات كم زيتونة وضعت في جميع الفطائر إهلا أنا ماما شنو مطيني مطيني مسألة كلامية شنو موجود شنو المعلومات اللي منطينيها متوفرة عندي منطيني إنو والدة سعدون عملت كم فطيرة عملت أربع فطائر كل فطيرة وضعت كل فطيرة وضعت تسعة زيتونات إذن والدة سعدون شنو عملت عملت أربع فطائر كل فطيرة وضعت فيها تسعة زيتونات شنو مطلوب من عندي مطلوب من عندي كم زيتونة وضعت في جميع الفطائر هنا أنا مطلوب عندي إنو أنا أجد عدد الزيتونات اللي وضعتها والدة سعدون في جميع الفطائر يعني في أربع فطائر فهن أنا شنو راح أستخدم راح أستعمل للنماذج اللي أجد ناتج الضرب هنا أنا راح أحول المسألة الكلامية إلى مسألة رياضية مسألة الضرب شنو راح نضرب راح نضرب عدد الفطائر في عدد الزيتونات في فطيرة واحدة عدد الفطائر في عدد الزيتونات في كل فطيرة شنو عندي عدد الفطائر شكال عندي عندي عدد الفطائر أربعة في عدد الزيتونات في عدد الزيتونات في كل فطيرة تسعة إذن شنو صارت عندي مسألة الضرب أربعة في تسعة 4 في 9 مباشرة من خلال حفظ الى جدول الضرب اقدر اعرفها انه 4 في 9 شقد يساوي يساوي 6 و 30 اذا 4 في 9 شقد يساوي 6 و 30 تناتج هنا او اقدر استعمل قطع العد لانشأ نموذجين يمثل جملة الضرب شطور راح نستخدم قطع العد اهنان راح ارسم كم فطيرين 4 فطائر فاذا كم مجموعة راح اصوي راح اصوي 4 مجامع انا عندي مجموعة رقم 1 انا عندي مجموعة رقم 2 انا عندي مجموعة رقم 3 انا عندي مجموعة رقم 4 كل مجموعة كم زيتونة 9 زيتونات في كل مجموعة 9 زيتونة فاذا احسب عدد الزيتونات كلياتها فرح يطلع لي 36 إذن 4 في 9 يساوي 36 إذن كم زيتونة وضعت والد الزيتون في جميع الفطائر 36 زيتونة في جميع الفطائر أستعمل الماط لأجد نتج الضرب في العدد 9 لاحظوا إياه هنا في جدول الضرب المجارب لاحظوا إياه هنا عندي هنا عندي جدول الضرب في العدد 9 9 في 1 يساوي 9 9 في 2 يساوي 18 9 في 3 يساوي 27 9 في 4 36 9 في 5 45 9 في 6 يساوي 54 لاحظوا إياه مامو ركزوا هنا إذا تلاحظون هنا بشنو بدالي جدول الضرب إذن 9 في 1 قد يساوي 9 9 في 2 إذا جاي تلاحظون الآحات شقد عندي الآحات عندي ثمانية والعشرات واحد 9 في 3 الآحات عندي سبعة والعشرات اثنين لاحظوا إياه هنا نبي من بديني بديني من التسعة طبعا أحتجي لكم عن الآحات آحات الناتج بدأ عندي من التسعة إلى أن ننزل الآخر من نزل التسعة ثمانية سبعة ستة خمسة جاي أنزل تنازليا نزل التسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة إلى أن ننزل أما العشرات العشرات هنا لاحظوا إياه هنا لاحظوا إياه عندي تسعة في ثمين تسعة في ثمين يساوي ثمنطعش لاحظوا إياه شقد عندي العشرات عشرات الثمنطعش شقد هنا عندي العشرات واحد رقم العشرات في الناتج أقل بواحد من العدد المضروف في تسعة يعني هنا عندي العشرات أقل من المضروف في العدد تسعة بواحد يعني هنا أنا عندي الواحد أقل من الثنين بشقة واحد لاحظوا إياه أيضا تسعة فيه ثلاثة يساوي سبعة وعشرين العشرات هنا أنا شقة عندي عنده ثنين الثنين أقل من مضروف في العدد التسعة شنو المضروف في العدد التسعة مضروف ثلاثة إذن ثنين أقل من الثلاثة برقم واحد أيضا تسعة فيه أربعة يساوي ستة وثلاثين هنا أنا عندي العشرات ثلاثة فالثلاثة أقل بواحد من الأربعة أيضا 9 في 5 عندي 45 العشرات 4 أقل بواحد من الخمسة وأيضا 9 في 6 وهكذا أذن دا عندي رقم العشرات في الناتج أقل بواحد من العدد المضروب في 9 مثل ما عدنا هنا 9 في 3 27 هنا عندي الثنين أقل بواحد من العدد الثلاث عندي أيضا ملاحظة ثانية ملاحظة شو نقول عندي الملاحظة الملاحظة إذا أجمع مجموع الرقمين في ناتج الضرب يساوي دائما 9 يعني من أجمع طبعا من أجمع الناتج الأحد والعشرات مثل ما جاءت لاحظون أنه أنا عندي 9 في 2 9 في 2 18 9 في 2 يساوي 18 فإذا أجمع ناتج العدد 8 زائد 1 لاحظوا إياه هنا راح أكدوه لكم 8 زائد 1 يساوي 9 دائما الناتج راح يكون 9 أيضا مثال ثاني عندي 9 في 3 يساوي 27 إذا أجمع 7 زائد 2 شكري يساوي 7 زائد 2 7 زائد 2 يساوي 9 إذن دائما مجموع الرقمين في ناتج الضرب يساوي 9 دائما مجموع الرقمين في ناتج الضرب يساوي 9 مثل ما تلاحظون هنا 8 زائد 1 يساوي لنا 9 7 زائد 2 يساوي لنا 9 وأيذن كذلك 9 في 4 شكري يساوي 6 و 3 فهنا شصا عندي 6 زائد 3 يساوي 9 نفس الشيء 45 من أجمع 5 زائد 4 يساوي 9 54 أجمع 4 زائد 5 يساوي 9 إذن ملاحظة 2 عنده مهمات الملاحظة الأولى رقم العشرات في الناتج أقل بواحد من العدد المضروف في 9 الملاحظة الثانية مجموع الرقمين في ناتج الضرب يساوي 9 ننتقل إلى مثال رقم 2 من طيني أجد ناتج الضرب 9 في 7 9 في 7 يساوي 63 دائما ننزل العشرات أقل من العدد المضروف في 9 يعني هنا نزلنا العشرات 6 أقل من السبعة و بواحد الستة لاحظوا ياي هسانو منزلت العشرات الستة الستة بعدها شكيت حتى توصل للتسعة الستة شنو بعدها شكيت حتى توصل للتسعة فإذن الستة بعدها ثلاثة من أقولن من أقولن لاحظوا ياي هنا من أقولن ستة زائد ثلاثة ستة زائد ثلاثة يساوي النتسعة فإذن أول شي شنو هننزل أول ملاحظة نزلني الناتج العشرات عشرات النتز الستة أقل من العدد بباحث أقل من العدد المضروف بتسعة بباحث الستة بعدها شكيت حتى توصل للتسعة بعدها ثلاثة نزلت ثلاثة فإذن هنا أنا من أجمع ثلاثة زائد ستة ثلاثة زائد 6 يساوي 9 هاي الطريقة اذا ما حفظنا وعجزنا نحفظ نستخدم هاي الطريقة ننتقل الى فقرة اتأكد منطيني استعمل النماذج اللي اجدنا تجذرب احنا نمنطيني مجموعة من النقاط طالب من عندي انواني اجدنا تجذرب نخترق 1 2 في 9 2 في 9 يساوي 18 2 في 9 نقطرق 2 منطيني 7 في 9 7 في 9 63 نقطرق 3 منطيني 9 في 6 9 في 6 شكرا احبائي 54 نقطرق 4 منطيني 9 في 5 9 في 5 يساوي 45 استعمل الانماط اللي اجدنا تجذرب نقطرق 5 3 في 9 3 في 9 27 نقطرق 6 4 في 9 4 في 9 36 30 اذا 4 في 9 4 في 9 شكرا اعزائي 36 نقطرق 7 9 في 8 9 في 8 9 في 8 يساوي 72 نقطرق 8 9 في 6 54 ورد ننتقل الى نقطرق 9 منطيني شاركت في البطولة 7 فرق في كل منها 9 لاعبين كم لاعبا شارك في البطولة هنا أنا منطيني مسألة كلامية طالب من عندي انو انا احل المسألة اشنا راح انحلها اول شي نقراها قريناها نجي نعرف شنو منطيني بالسؤال وشنو رايدة من عندي من اعرف شنو منطيني بالسؤال وشنو مطلوب من عندي راح احول المسألة الى مسألة رياضية الى مسألة الضرب فهنانا منطيني شاركت في البطولة 7 فرق في كل منها 9 لاعبين هنا منطيني عندي 7 فرق كل فرقة يوجد 9 لاعبين شنو مطلوب من عندي كم لاعبا شارك في البطولة احنانا شنو راح اسوي راح نضرب عدد الفرق في عدد اللاعبين في فرقة واحدة يعني راح اضرب 7 في 9 هسا نجي تشوف فهنانا شنو راح يصير عندي 7 في 9 7 في 9 شنو يساوي 63 7 في 9 يساوي 63 فاذن هنانا شنو سويني ضربنا عدد الفرق في عدد اللاعبين في فرقة واحدة صارت عندي المسألة 7 في 9 7 في 9 شنو يساوي يساوي 63 اذا كم لاعبا شارك في البطولة؟ شارك 63 لاعبا ننتقل الى فقرة احو المطيني استعمل النماذج لاجد ناتج الضرب نقطة رقم 10 9 في 4 يساوي 36 نقطة رقم 11 9 في 6 54 نقطة رقم 12 9 في 7 9 في 17 يساوي 63 63 ننتقل الى فقرة احو المطيني استعمل النماذج لاجد ناتج الضرب نقطة رقم 10 9 في 4 يساوي 36 نقطة رقم 11 9 في 6 يساوي 54 نقطة رقم 12 9 في 7 يساوي 63 نقطة رقم 13 9 في 8 يساوي 72 استعمل الانماذج لاجد ناتج الضرب 14 منطيني 6 في 9 6 في 9 54 5 في 9 5 في 9 يساوي 45 نقطة رقم 16 منطيني 9 في 2 9 في 2 يساوي 18 نقطة رقم 17 منطيني 9 في 3 يساوي 27 ننتقل الى نقطة 18 منطيني اذا كان في الطبق الواحد 6 تفاحات فكم تفاحة في 9 اطباق هناك منطيني 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 موجودات بالسؤال معلومات عندي اذا كان في الطبق الواحد 6 تفاحات فكم تفاحة في 9 اطباق هناك منطيني عندي طبق 1 الطبق كم تفاحة يوجد بي يوجد 9 تفاحات في الطبق ايش مطلوبون عندي بالسؤال مطلوبون عندي انه انا اجد كم تفاحة في 9 اطباق احنا عدنا ما احنا عدنا طبق 1 الطبق الواحد بي 6 تفاحات فلازم هسا شنو اسوي لازم اجد عدد التفاح في 9 اطباق نجهنان راح نحول المسألة الكلامية الى مسألة الضرب فش راح يصير عندي راح اضرب عدد الاطباق في عدد التفاحات في طبق 1 يعني ش راح يصير عندي راح يصير عندي عدد التفاحات في طبق 1 شقد عندي 6 في عدد الاطباق في 9 فش راح يصير عندي 6 في 9 6 في 9 شقد يساوي فاذن احنا صار 6 في 9 يساوي 54 اذا 54 تفاحة 6 في 9 يساوي 54 تفاحة في 9 اطباق ننتقل الى نقطة رقم 19 منطيني يرسم فنان لوحة كل يوم كم لوحة يرسم فيه 9 اسابيع احنا نعرف ماما انه الاسبوع كم يوم الاسبوع 7 ايام فاذا هو الفنان يرسم كل يوم لوحة 7 عدد في السبوع كم لوحة عسن سبعة لوحات فاذن انا مطلوب منعندي شو المطلوب منعندي انه اجد كم لوحة يرسم فيه 9 اسابيع فهنانا شنو راح اسوي راح اسوي احول sous المسألة الكلامية الى مسألة ضرب راح اضرب عدد ايام aloud ايام السبوع كم يوم سبعة راح اضرب عدد ايام الاسبوع سبعة في تسعة أسابيع عدد أيام الأسبوع الواحد في تسعة أسابيع فهنا أنا شن رح يصير عندي رح يصير عندي سبعة في تسعة فهنا رح يصير عندي سبعة في تسعة سبعة في تسعة يساوي تلاثة وستين إذن كم لوحة يرسم الفنان في تسعة أسابيع يرسم تلاثة وستين لوحة في تسعة أسابيع موسيقى